عبد الكريم انا كابتن قسامة مشرف ومنور كالعاد رب انا اخليك كريم وانت اكتر والله وحشن كتير ازيك انت الله عزيزي الحمد لله كريم اسم نور دايما الستوداء التحلية انت اللي نتقلق دايما ان شاء الله عليكم ونقعد نتابعك بشكل كبير جدا يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب يخليك يا قسامة ايه رأيك في اللي بيعملوا المنتخب الأولمبي وانت عيشت لحظات الأولمبيات داية عظم اه طبعا انا سعيد بيوم جدا وسعيد بالمدرب مكالي والجهاز الفني كله عشان ما ننساش حد منهم واللعيبة للرجالة اللي بجد على قلب راجل المواحد لانه بيعملوا حاجة للكرة المصرية ان شاء الله ان شاء الله لو رجعونا بماديليا واحنا طمعونا بقى يعني طبعا طبعانين في الدهب بصراحة لا انا طبعا انا والله ما كدبش عليك انا طبعا في اي ميداليا لا بس ان شاء الله خلي التموح يبقى عالي طبعا طبعا ارفع سقف التموح وكان حصل مكالمة ما بيني وما بيني النين كده كنا بنتواصل طبعا ايه اللي حصل قولي النين شخصية جميلة جدا ومن لعيبة الرجالة وانا كنت سعيد بيه جدا فكنت طلع في احدى البرامج واتكلمت عليه بشكل كويس قوي فالراجل بعت وشكرني جامد جدا وحصل ما بيننا حديث طويل كده ان هم عندهم استعداد وانا طلبت منه ان احنا ان شاء الله يعني خلي اللعيبة طموحها قبل ما نلعب طبعا ونوصل دور التمانية وخلي اللعيبة عندها طموح انها تبقى طمعانة في مدالية دهب عشان ما تطمع في الدهب هتعرف تجيب لو ما خدتوش هتعرف تجيب اي مدالية احنا ما نلصدش نقول احنا خلاص وصلنا سيمي فاينال فخلاص كده احنا عملنا انجاز لا الانجاز بص خلينا عشان نكون صرحة احنا الانجاز ترجع بالمدالية المدالية هي الانجاز لان في الاخر يعني كله بيبقى شخل بعضه طالما ما خدتش مدالية لان في الاخر التاريخ هيكتب ان حصل حصولنا على مدالية دهبية فضية برونزية في الاخر التاريخ هيكتب ده مش هيكتب ان احنا تلقنا ترتيب رابع آه إحنا عدينا مرحلة بتاعة الدور الثمانية وبقى أنه ستين سنة ما خد نقمة وصلنا ما عديناش جر الثمانية إنما في الآخر التاريخ هيذكر العيبة دي والجهاز الفني ده هيذكره بماديليا فتمنى إن شاء الله أنه هم يكملوا جدعانيتهم معنا كده وطالما عشمتونا ما تخلوش بينا لازم تجيبونا إيه مديليا أنتو عشمتونا خلاص أن أنتو تقدروا وإن شاء الله تقدروا جيبنا قبلها وقلت لي أن متخب مصر ده فيه أساطير دلوقتي طبعا طبعا فيه أساطير كبيرة جدا لازم الناس تاخد بالها منها إنني بيحقق تاريخ كبير جدا جدا في الكرة المصرية على المستوى الشخصي ليه هو أنه شارك مرتين في الأولمبيات دي المرة الثانية بالنسبة له شارك في الأولمبيات لندن مع كابتن هاني رمزي 2012 وشارك في الأولمبيات المرة دي في باريس مع ميكالي هيبقى أكتر لعيب حقق مشاركات هو حقق أربع مشاركات مع كابتن هاني رمزي لأنه طلع من دور الثمانية والحد الآن حقق أربع مشاركات وفضل المشاركتين هيبقى حقق عشر مشاركات في الأولمبيات وده رقم هيبقى متصدر التاريخ في الكرة المصرية يجي بعده على طول إبراهيم عادل اللي الناس مش واخدة بالها منه إن إبراهيم عادل لاعب معنا مع منتخبنا نحن الأولمبي في توكيو تلات مشاركات فحقق تلات مشاركات معنا وحقق أربعه وفضل المشاركتين إن شاء الله يكملهم يبقى حصل على تسع مشاركات وقدامه مرة تانية وده تاني مشاركة لي في الأولمبيات وقدامه إنه هو خلاص عدة سن مع المنتخب القادم ممكن يكون إحدى الاختيارات اللي تلعب أولمبيات مرة تانية معنا طبعا كابتن حجازي النجم الكبير اللي أنا بعشقه جدا ووحبه جدا لأنه أسطورة وقائد من كل المخييس لعب أربع مشاركات مع المنتخب الأولمبي مع كابتن هاني رمزي في 2012 ولعب أربع مشاركات معنا في توكيو 2020 فكده حقق ثم المشاركات وده ترتيب لعبتنا في المشاركات في البطلات الأولمبية فنيا بقى إيه اللي عجبك في المنتخب مصف الأولمبيات؟ عجبني النوم رجالة عشان نكون صرحة يعني ما تحسش فيه تفارات كبيرة بعيدا عن أنني كقائد وككابتن فرقة واللعقين بدور كبير جدا زيزو كنجم كبير وبيحق المعادلة الصعبة مع مجموعة اللعيبة الصغيرة إبراهيم عادل صاحب الخبرات السابقة زي ما تكلمنا أن نلعب في أولمبيات 2020 صاحب الخبرات السابقة في إدارة المباريات وإدارة الأولمبيات إنما قادر يعمل ده بشكل كبير جدا إنما بقيت اللعيبة كلها رجالة عجبني منهم عناصر كانت بالنسبة لنا مفاجأة بأمانة جديدة منهم أحمد عيد البكرايت اللي بيقدم بطولة كبيرة جدا 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 مع المنتخب الأولمبي بشكل كبير جدا ومن اللعيبة الرجالة اللي في الملعب اللي ظهر بمستوى عالي جدا طبعا كوكا بعد رجوعه وابتدى يلعب مع المنتخب بيقدم مردود كبايس جدا وبشكل كبير طبعا محمود صابر بعد الإقافة لأنه أنت عارف أنه موقوف مبراطين من البطولة أفريقيا في مكان شليل مشاركات ابتدى يشارك لأ قدم بشكل كبير كل مجموعة العناصر اللي بتشتغل مع المنتخب الأولمبي هم مجموعة رجالة وواضح عليهم أنه هم مركزين وواضح عليهم أنه معاهم قائد كبير اسمه النني وقائد كبير اسمه الزيزو اللي اتنين قادرين يجمعوا اللعيبة دي تحت شعار واحد تحت شعار ما فيش حاجة اسمها مستحيل مع الكرة البصرية وأنه احنا ان شاء الله نقدر نجيب مدليا أولمبية في نهاية